السلام عليكم لاحظة لاركاتو وصلي بنا عالنبي هنشرح النهاردة زي نفحص جهاز الصنار ده بروب الفاجينال فاجينال ده مستخدم في امراض النساء اما ده الكونفكس وده يستخدم في البطنة والكلا والحاجات زي كده تمام بص شكل بروب اه مختلفين ازاي وده الرابر ده اللي احنا جلنا عليه واحنا كده نفحص البروب عن طريق اللي انا بعودي صبع رايح جاي بشوفوا صبع رايح هلأ بص اهو طالما كده الظاهر معايا مفيش خطوط سودة في النص كاملة كده بص زي ما انت شايفها الصورة واضحة تمام يبك كده الكريستالات تمام لو الكريستالات بايزة فاحنا نشد الجزء ده زي ما قولك كده هنخلعه اهو ونحط جزء جديد ده عشان كده هنغير الكريستالات البروب اللي انا مسكه ده تمام وده الرابر لو تخطش برضو بيأثر على الصورة ده الرابر ده الرابر اللي هو الفوق اللي انت ايه بتماشي فيه لك بص بص الاتجاه رايح جاي منور لو خط اسود بجأ كامل كده من الاول الاخره في في الاريا دي تمام هنغير الكريستالات الجزء اللي انا جاعد احدده ده ده الفكر ستالات يبقى اللي انا اه وريت لكم تاني بروب بين فاجينال وكونفيكس انا هنا بغير البروب من على الجهاز وده هو يجيب لي كونفيكس والفاجينال ده زرار الجين بص جين ده يوضح اه يوضح التركيز هو كده تركيز لون الروادي بص ده الجين اللي انا جاعد اعمل فيه اما ده الزوم وده الحاجات اللي انا جاعد احركها دي ده الجين بس لكل معي بص اهو زي انا جاعد افحص البروب زي ما انت شايف احنا هنا انا بعلمك ازاي تفحص البروب طالما يعمل معك رايح جاي ما فيش خطوط خط اسود كده تمام يبقى كده البروب مش واجع ولا ايه الزرار اللي انا بغيره لك ده زي الزرار انتر اللي هو جنب الكورة دي اللي هي ماوس تمام جنبيه ده زرار انتر بص اهو زي الصورة واضحة حلو ازاي لو ما عملش كده يوب البروب فيه مشكله كالسرات عزيزة